السلام عليكم يا أحباب شفية المغربية لكم مني السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحولي معنا اليوم واحد تصخير رائع الناس اللي عندهم طاقة سلبية ممقبولينش إن كان في الدراسة أو ممقبولش في العمل أو ممقبولش مع صحابه أو ممقبولاش مع الزملاء دياله أو في العمل أو البنت اللي عندها حجاب على الوجه دياله ما تكونش عندها قبول ما تطلبوهاش للزواج ما تدخلوش الخطاب للعتباء عندها طاقة سلبية في الوجه ديالها دائما غير مقبولة صلوا على سيد الخلق وخلوا هناك تعليقات باش نعطوكم طاقة إيجابية طاقة اللي غادي تديرها على النية ديال التسخير والجلب بإسم من أسماء الله الحسنى مع آية اللي غادي تحطيها وترشيها على الوجه ديالك غا ترضي التابعة والنحس والحسد والسحر السحر الخيوبة لتخيب البنت وجهها وتعطيها طاقة سلبية إذن معنا جوج عشوب مع المسك ولكن مع قليل من ماء الورد إذا ما عندكش ماء الورد ديري غير ماء معدني وديري تسخير ديالك لأنك غادي بإذن الله اللي شافك غادي يقبلك وغادي تكوني مقبولة إذن البنت اللي تكون عندها خيوبة مصوين لها السحر سحر الخيوبة إما تديروه لها بالصور أو تديروه لها بقطع من الملابس ديالك إذن هي تتكون مكروهة مع الناس أينما راحت ما تتكونش مقبولة والصورة ديالها تتباني بالصورة خيبة لأن ذاك العارض ديالخيوبة يبلاف وجهها أما الولد اللي تكون ديري اللي تعطي العمل توا تديرو لي الخيوبة باش أنه ما يتقبل حتى بشي عمل ولا يكون قاري ولا ما يكونش قاري يكون عنده غير صنعة صنعة تتسوي الذهب هو ما تدير بها التحاجة وما تيخدمش وكتافو طيحين عليه إذن هاداك تكون عنده سحر التعطيل سبابو الخيوبة اللي دارو ليه والمنع على كل الأمور اللي تدخل لحياته وتزيل لي حياته وتعطي طاقة إيجابية ما خلاو شو حالو ودارو ليه السحر التعطيل السحر التعطيل اللي تعطلك على العمل وعلى الصحة ديالك أو تعطلك على كل حاجة زوينة تدخل لحياسك أما الزوج اللي كان قدام أو كان عامل ودارو ليه سحر التعطيل رشان قدام الباب إما زيت وإما ملحة وإما يكون ماء ما تيبانش أو تراب إذن الناس اللي ما تيخافوش الله ربي كفيل بهم الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على العباد وحرموا بين الناس وعزتي وجلالي لا أنصر أنك ولو بعد حين الله غاد ينتاقم من كل ساحر وغاد ينتاقم من كل واحد تأذي أخو المسلم ولو بكلمة سيئة في حقه أو ضرب المحصنات الناس اللي تيضربوا في المحصنات والناس اللي تيقولوا الكلام الباطل على الناس إذن هذاك الله سبحانه وتعالى تياخدهم في غفلة حتى ينتاقم منهم إذن وعزتي وجلالي لا أنصر أنك ولو بعد حين الله سبحانه وتعالى قسم هنا معمره غير يخليك مظلوم ضروري حقك غير يرجع غير يرجع ضروري اللي درتها دار لك لأن أي واحد درت حاجة سبحانه الله إما ترجع إلى صحته ولا ترجع له على تركته على ولداته أو ترجع له في ماله سبحانه الله دين تودان إذن الناس اللي تيقول لك الكرمة الكرمة إحنا نقوله أي حاجة درسها تترجع عليك الله سبحانه وتعالى يمهن ولا يهمن إذن الناس اللي باغين التصخير أو باغين يحيدوا الخيوبة من وجههم ويحيدوا الطاقة السلوية اللي عندهم بسبب السحر أو الحسد غادي تاخدوا ججعوشوب مع المسك الأسود إذن غادي تاخدوا واحد القنينة بحل هذه أنا ديرا فيها أم الناس مع قليل قليل من السنوج أو حبة البركة هانتما أم الناس هيا بتتعطي المفعول ديالها غادي هيا أم الناس شوها أم الناس وكينا اللي لونها بني إذن هاد هاد أم الناس هيا لون أصفر ودي لونها بني خذوا اللي عندكم في البلاد ديالكم خذوا قليل من المسك الأسود ما بدون عدد غادي توضعوا واحد شوية ديال حبة البركة أو السنوج أنا حاطة السنوج السنوج واللي حبيبت دياله صغيرة ولكن حبة البركة تيارة رائعة سبحان الله تتطهر البدن بخصوصا إلا قرأتي عليهم هذه الآيات وتبخرتي بهم مع أم الناس إذن عدنا أم الناس للتبخير وعدنا أم الناس اللي غادي نوضعوها مع ماء الورد وغادي نقرعوا عليها هذه القراءة القراءة آية من القرآن الكريم مع جوج أسماء من أسماء الله الحسن لكن غادي نعطيكم اسم واحد ولكن أنا نعطيكم جوج أسماء لأنهم فيهم بخير وبركة وغادي يعطوكم إشراق بالوجه ديالكم حتى البنت اللي عندها السحر الخيوبة في الوجه ديالها وعندها بوتور غادي اتشاف لها بإذن الله إذن غادي نحل القنينة وغادي نوضع فيها المكونات حالكة نوضع فيها المكونات ونوضع فيها قليل من المسك قليل من المسك وغادي نقرع لها هذه القراءة غادي نخد قليل من المسك حالكة إذن المسك الأسود مع أم الناس مع هانسوما غادي نقرع لها اسم العزيز مئة مرة يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز اللهم عزني بعزتك فمن اعتز بعزتك فهو عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز كل عشر مرات نقولها الدعاء مرة وحيدة يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز عزني بعزتك فمن اعتز بعزتك فهو عزيز اللهم عزني مع جميع الناس اللهم عزني مع المدير أو عزني مع شخص معين أو عزني لأولاد آدم أولاد حوى وغالي نقرأ اسم النور اسم النور مئة مرة ناخد السبحة وناخد العدد الكامل يا نور يا نور يا نور كل عشر مرات نقول يا نور نور لي وجهي مع أولاد آدم أولاد حوى اللهم نور طريقي ونور وجهي ونور جسدي ونورني مع جميع الناس ونور كلامي ونور طاقتي ونور أي حاجة بغيتها تشعر لي لك ذكره ونقرأ هذه الآية غادي تقولي اسم العزيز مئة مرة وتقولي الدعاء وتقولي اسم النور وتقولي الدعاء أي دعاء يخرج لك من الخاطر تقولي keluar اللي نفسك فيها اللي نفسك فيه وسبحان الله غادي ربي اسم النور غادي نور الوجهي لك وغادي يعطيك طاقة إيجابية وغادي تكوني مقبولة بإذن الله الواحد القهار أما اسم العزيز هو من أعدم الاسماء اسم العز والقبول والانصر وكل حاجة تمنيتها في حياتك طلبها من اسم العزيز هو الله سبحانه وتعالى هو عزيز واسم العزيز هو قوي في دعمك وتصخيرك وفي كل شيء. اذا يا عزيز يا عزيز يا عزيز عزني بعزتك يا عزيز فمن اعتز بعزتك فهو عزيز. الله سبحانه وتعالى هو العزيز وتطلبي العز والقول وربي يسحب لك ديك الطاقة دي الخيوبة بالوجه ديالك وغادي تقولى هذه الآية 11 مرة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. او من كان ميسا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. او من كان ميسا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اذا او ومن كان ميسا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي بيه في الناس هتقوله 11 مرة وتنفتحه في القنينة هاد القنينة ان شاء الله بحول الله وقوته غادي تصلي على سيد الخلق 51 مرة هتصلي على سيد الخلق 51 مرة البسمة للشريفة 51 مرة وغادي ان شاء الله تسديها وتخليها ليلة كاملة حدا رأسك والصباح تبدأي أنك تحركها مزيان وترشي الوجه ديالك بعد ما غسلتي وجهك صباحا غادي ترشي الوجه ديالك بهذه القنينة وغادي تحاولي أنك تخلي خمس دقائق ومن بعد عدا حطي الماكياج ديالك اللي بغيتي أنك تروحي للعمل أو أنتي في البيت وما تتبانيش للزوج ديالك عندك نفور ما بينك وبين الزوج ديالك وديما ما تيشوفك يقدر يشوف البنات اللي برة أو يشوف النساء برة ولكنتي ما تتبانيش لي دائما تتباني وخانتي جميلة تتباني لي في نظره أنكي مزويناش إذن هذيك سيكون السحر التحقير أو السحر الخيوبان اللي تديروه ما بين الزوج والزوجة السحر التفريق باش المرأة ما تتبانيش ليه ويقدر يتفرق معها لأنه ما تيحش بها لأن هذيك السحر واقف بينه وبينها إذن هذي شي واقع وهذي شي حاصل وهذي حصل مع الناس بزاف وأخذينا نماذج كثيرة في هذه القناة لأن تتكون المرأة المرأة مع لها ما بها عيشها هانية في الزوج دياله وبغاها وبغاته ولكن حصل سحر التفريق وهذيك السحر التفريق وقع كرة ولا عارض ولا دخلات طاقة شيطانية وفرقات حتى يكون معها في المنزل هو فارق على الفراش أو فارق عليها المشاعر دياله ما تيكونش بينه وبينها شي حديث أو كلام ديما نفور ديما نفور ديما نفور إذن حتى تيزعفوا ويقدروا يتفرقوا إذن تيكون سحر التفريق هو السبب حاولوا الدخل للقناة تاخدوا دائما تنصح بالوصفات ديال الحليب والخزامة والفاسوخ مع الصور رائعة تفوسخة السحراوية رائعة ديال الحليب حاولوا الدوم عليها الناس اللي عندهم مشاكل أو الناس اللي عندهم السحر التفريق أو الناس اللي عندهم السحر الخيوبة ياخدوا الوصفات القدام رائعين ومخدمين زيان حاولوا أنكم طالعوا لقناة ديروا غير الفاسوخ ويطلع لكم بزلط الوصفات ديال الفاسوخ ديروا غير الحرمة اللي يخرج لكم الحرمال شفية المغربية غير يخرجون لكم بالسفة الوصفات. اذا ما تبخلوش علينا بلايك والدعم ديلكم والبرتاج ولكم الاجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.